اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومحمد صلى الله عليه وسلم السؤال خمسة اكلوا وشربوا وما خرجوا من ظهر ولا بطن الجواب ادم شمعون ناقة صالح كبش اسماعيل الطير الذي رعاه ابو بكر في الغار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي لا تنم الا ان تأتي بخمس اشياء قراءة القرآن كله التصدق باربعة الاف درهم زيارة الكعبة حفظ مكانك في الجنة ارضاء الخصوم قال علي كيف ذلك يا رسول الله قال اذا قرأت سورة الاخلاص ثلاث مرات فقد قرأت القرآن كله اذا قرأت الفاتحة ثلاث مرات فقد تصدقت باربعة الاف درهم واذا قلت لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو اعلى كل شيء قدير عشر مرات فقد زرت الكعبة واذا قلت لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم عشر مرات فقد حفظت مكانك في الجنة واذا استغفرت الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه عشر مرات فقد ارضيت الخصوم ولتعلم يا من تسمع هذا الكلام بان الله يراك ولتختبر قوة ايمانك ومدى تأثير الشيطان ولتعلم بان اعادة رسالها لن يكفي الشيء الكثير بل سيتزيد من اجرك وانها لصدقة جارية لتنفعك يوم لا ينفع مال ولا بنون اللهم اخفر وتب واستر وتقبل ووفق من ساعد في نشرها وكتبها ولوالديهم ومن امن عليها يا حي يا قيوم ان اروجوهم وزدهم ايمانا واستر عليهم في الدنيا ويوم العرض اللهم امن تخيل لو علمت انه لم يعد باقيا من عمرك الا يوما واحدا فماذا ستفعل في هذه الحياة قال تعالى حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون صدق الله العظيم فكر يا اخي وقرر يوم واحد فقط فما بالك بساعة او حتى دقيقة او الى اخره لا نعلم كم بقي من عمرنا لحظات الله اعلم اخي حاسب نفسك قبل ان تحاسب اخي اذا سومتك نفسك لتنام فلا تنسى همة مؤمن تناطح السحاب واستعن بالله خير المسلمين من سلم المسلمين من لسانه ويده ومن قرأ صورة الدخان في ليلته اصبح يستغفر له سبعون الف ملك ومن قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم غرست له نخلة في الجنة اذا غلبك امر فقل يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا اللهم لك الحمد كله ويليك المشتكى وانت المستعان اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو عنا حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالكم قبل ان توزن لكم احد السلفي كان اقرع الرأس ابرص البدن اعمى العينين مشلول القدمين واليدين وكان يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثير من خلقه وفضلني تفضيله فمر به رجل قال له مما عافاك اعمى وابرص واقرع ومشلول فمما عافاك فقال ويحك يا رجل جعل لي لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وبدنا على البلاء صابر فما بالك نحن في صحة وعافية والحمد لله ومع هذا ناصيه تحية قناة هل تعرف لمشاهدين الكرام واذا عجبكم الفيديو فلا تنسوا الاشتراك والاعجاب به ومشاركته مع الاصدقاء لنستمر في عرض المزيد ان شاء الله فلا تنسوا الاشتراك في الاشتراك في الاشتراك في الاشتراك في القناة